السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم محمد تحسين من كونات السرشاجي ازايكم عامليني اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافة ان شاء الله النهاردة انا جاي اكلمكم على معادلة معادلة محترمة جدا في الـ PAR PI اسمها COUNT X بس قبل ما احكي لك على COUNT X هقولك على COUNT الاول طبعا لو انتوا عارفين XL ودي بنسبة كبيرة بيبقى الناس اللدخلة الDAX بتبقى عارفين XL COUNT يعني بتعد اصد الارقام وكذا فتعالا نجرب نعمل COUNT الاول عشان نشوف الاول COUNT دي تبقى ايه وCOUNT X دي تبقى ايه تعالا نشوف الاول نستدعي نعمل COUNT هنعملها عن طريق New Measure الميجر ده اللي هو ايه اللي انا مثلا عايز اعد مثلا الأوردر ID كام الأوردر ID اقول له كده مثلا COUNT او نعمل Number of Orders او بتساوي الأوردر ID نعد الأوردر ID ندوس انتر هيقول لك Number of Orders ونخليها مثلا في جدول كده كبير نخلي كده بتعديكها في جدول كبير نقول لك Number of Orders قال لك ايه 99 طب دلوقتي بقى انا عايز اعمل COUNT X COUNT X دي يا جماعة بتشتغل على نظام اللي هو زي COUNT F اللي اشتغل على على ال اكسل هتلاقي عاملة زي COUNT F طب هنعملها ازاي هنا هقول لك نعملها ازاي هنيجي هنا في New Measure تمام؟ احنا دلوقتي قبل ما نعمل صح New Measure دي هنسواني بس نعمل دي كده نلغيها كده وننزل كده كعنا مش معمولة نخش كده على ال Table View اواريكم كده حاجة انا دلوقتي عايز اعد عايز اعد ال Order ID فين ال Order ID ال Product ID او ال Order ID اي ان كان هو ايه ال Order ID اهو اللي تخص ال SOUTH فطبعا في ال اكسل كانت بتعمل COUNT F اللي انت بتحدد على دي وبعد كده تختار ال SOUTH اما بقى في ال DEX بطريقة تانية هنيجي نشوفها دي بقى هنيجي نبص هنا كده وهنيجي هنا كده وهنروح عاملين New Measure وهنروح عاملين ايه orders by SOUTH وهنيجي هنا نقل ايه count X count X تمام اهي دي count X ايه هنعمل ايه في count X هيقولك الاول ال Table ال Table ده انت عايزه ايه هنروح مدخلين في ال Table ده حاجة اسمها filter filter معادلة اسمها filter filter الفلتر دي بقى جواها بيقولك ايه ال Table ال Table ده هو ايه نقوله H&M تمام بقى ندوس عليها كمام يقولي انت عايز ايه من الفلتر ده اقوله انا عايز ال region فين ال region ال region ال region هنقوله نكتب كده ال region اهو بتساوي كلمة south 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 ايه كده south ايه كده south ايه معاكا نقفل الفلتر الكوز بتاع الفلتر وهيتبقى الباقي بتاع count X معاكا ندوس comment ال expression بيقولك انت عايز ايه انت عايز تعد ايه هنا هقوله انا عايز اعد ال order ID ال order ID اهو نروح عاملين كده order ID نروح قفلين الكوز بتاع count X نروح بسين enter مش يحصل حاجة لان هنا ال count X هتلاقيها هي ال order by south فانا عايز اعملها بقى هنا كده نروح جايبين في card card كده كبير كده هنا ونقوله ايه order by south ونحشدها هنا كده قالك ال order by south الحاجات ال order ID اللي تخص south هم 13 order طب انا عايز اتاكن من الموضوع ده ممكن ناجي هنا ونغير south دي بدل ما تكون south نخليها مثلا east مثلا east ندوس enter اتغيرت فبقت الدنيا الى حد ما كده بقت مظبوطة ودي كده count X ممكن بقى تعمل بقى حاجة كده 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 حلو قوي شايف كده دي المعادلة اللي شغالة لو دوس shift enter وعملت double slash وكذبت مسلا قلت لهم ايه دي orders number اكتب كده number of orders by region south ده كده زي comment على المعادلة وكي كده مفيش اي حاجة مفيش اي مشكلة مش حصل اي حاجة ده كده comment علشان لما تيجي تراجع المعادلات او الميجرز اللي انت عاملها في في الدكس تبقى عارفة ايه لو انت قد دست على هنا كده يجيب لك numbers of orders by region بس كده يا شباب ده كده count X اتمنى يكون مفيد وليكم واتمنى لو انت لسا عملت ليش لايك وتشترك معا في القناة اعمل لايك وتشترك معا في القناة سابداني بقدم محتوى مفيد جدا وشكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته